بسم الله الرحمن الرحيم علي يقول أيهما أولى بعد دفن الميت الانشغال بالدعاء له أم استقبال عزاء المعزين أولا ألفت النظر على شيء ذكره الأخالي وهو أن بعض الناس يقف على رأس القبر ويدعو وهذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اختصاص لرأس القبر في الدعاء والدعاء يكون بعد الدفن في أي مكان سواء عند القبر ولا بعيد أما أن ترفع الأيدي ويصف الناس ويكونون مرة جماعة يدعون ويدعون بدعاء واحد كل هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر من أمور العبادات في حديث قال دعو لأخيكم بالثبات فإنه يسأل الآن لم يخصصه بمكان ولم يخصصه بلفظ ولم يخصصه برفع أيدي ولا بأن يكون عند رأس القبر ولا غير ذلك وبالتالي فنصيحتي لأخواني ألا يلتزموا بمثل هذه الأمور التي بدأت وأرى الناس يفعلونها بدون أن يكون لها مستند من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في أي مكان والسؤال بالثبات والتثبيت لا يختص بأن يكون برفع يد أو بيكون باتجاه القبلة حتى لو عند المصافحة أو عند التعزية وأصبحوا يسلمون على من أصيب أحسن الله عزائك نسأل الله له التثبيت فهذا أيضا مما يدخل في تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا لأخيكم السبات ترجمة نانسي قنقر